اشتركوا في القناة تزدت تقريباً لـ 2600 إلى 2700 أكتار 85% من هيد الأراضي موجودة بالبقع وكمان عم تتوسع بمناطق تانية مثل البترون والجنوب وشمال كمان عدد مصانع نبيض بلبنان بلغ 54 مصنع وهو بزيادة مستمرة وهيدا الشي سمح بتصنيع نحو 9 ملايين أنينة نبيض سنوياً و50% من هيد الكمية بتتصدر للخارج كل هالنجحات والأرقام الوعدة تأثرت بالسنوات الأخيرة بالوضع المالي حال القطاع المصرفة وتراجع القدرة الشرائية عند المواطن وكمان جائحة كورونا ساهمت بالضيئة اللي مر في القطاع فبسبب اللوكداون اللي شهدته الدول الأوروبية تعتبر سوق لنبيض اللبناني توقف استهلاك نبيض بالمطاعم وتراجعت نسبة التصدير للخارج وكمان واجهت المصانع اللبنانية صعوبة باستيراد المواد والأدوات الضرورية لهيد الصناعة مثل الفلين، الأنانة وبراميل الخشب بس هيد المرحلة الصعبة كنقلها إيجابيات كتير على القطاع وأهمها زيادة إقبال المستهلك اللبناني على المنتج المحلي والدور الإيجابي لقطاع صناعة نبيض بتعزيز سياحة دخلية طيب كيف ممكن نزيد تصدير نبيض ونضاعف نجاح القطاع؟ مشلين تومة رئيسة الاتحاد اللبناني للكرمة ونبيض أكدت أهمية الانفتاح على بلدين وأسواق جديدة مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وكمان قالت أن المعاهدات والاتفاقيات اللي ممكن تعملها الدولة بتسهل دخول نبيض لدول أجنبية وبتخفف من نسبة الضرائب على المستورد وبالتالي بتساعد على إزهار هيدا الصناعة بمعنى آخر كلما زادت تصدير كلما انفتحت أسواق جديدة أمام نبيض وهيدا الشي رح يساعد على إدخال عملة صعبة على البلد بالخلاصة صناعة نبيض فخر الصناعة اللبنانية ممكن يعطي أكسيجان للاقتصاد اللبناني وكلنا فينا نساعده يظل واقف على إجراء تشيلز اشتركوا في القناة